أهلا بكم، سنشرح خبرا من موقع VOA عنوان هذا الخبر مشروع يستخدم إشارات ضوئية لتوفير إنترنت عالي الصرعة نجح مشروع للشركة الأم الألفابت شركة جوجل الأم التي تسمى ألفابت نجح successfully في استخدام أشعة ضوئية لإرسال أنترنت عالي الصرعة عبر مجتمعات في الهند وأفريقيا لإرسال إشارات إنترنت عالية الصرعة هذا المشروع الأخير هو واحد من عدة مشاريع التي تهدف لتزويد خدمات الأنترنت للمناطق الريفية المحرومة من الأنترنت حول العالم هو واحد من العديد يعني من العديد من المشاريع several العديد التي تهدف لتزويد خدمات الأنترنت للتزويد بخدمتها provide يزود بي يوفر التي تهدف لتوفير خدمات الأنترنت to underserved underserved هو adjective يصف شخص مجتمع أو أي شيء غير مزود بخدمة معينة underserved يعني محروم غير مزود من خدمة الأنترنت في هذا السياق rural areas مناطق الريفية around the world another run by SpaceX chief Elon Musk uses thousands of satellites to provide internet access worldwide social media service Facebook has also looked at bringing high-speed internet to rural communities one of its possible solutions involves aircraft-based systems to beam internet signals to the ground مشروع آخر another another يعني آخر والذي تديره Space X أو يديره مدير شركة Space X Elon Musk run by SpaceX chief Elon Musk chief يعني رئيس chief يستخدم آلاف الأقمار الاصطناعية لتوفير الانترنت حول العالم uses thousands of satellites to provide internet access worldwide لتوفير الوصول للانترنت حول العالم worldwide يعني حول العالم كثيراً من أستخدم هذه اللاحقة wide في كلمات متعددة مثلاً worldwide حول العالم أو على الصعيد العالمي nation يعني أمة nationwide على صعيد الأمة social media service Facebook has also looked at bringing high-speed internet to rural communities خدمة وسائل تواصل الاستماعي فيسبوك تنظر كذلك ونظرت في هذا الأمر في توفير الانترنت عالي السرعة للمجتمعات الريفية to rural communities وواحد من الحلول المحتملة لهذه الشركة فيسبوك يتضمن استخدام أنظمة قائمة على الطائرات لإرسال إشارات الانترنت للأرض to beam internet signals to the ground to beam internet signals to the ground يعني لإرسال إشارات الانترنت للأرض ground ground in developed countries high-speed internet access is provided by fiber optic cables in fiber optic systems light signals are carried over long distances using fibers covered by cables these systems are highly effective but they can be extremely costly and require major development operation في الدول المتقدمة in developed countries الانترنت عالي السرعة يتم توفيره عن طريق كابلات الألياف البصرية is provided by fiber optic cables is provided by fiber optic cables وفي أنظمة الألياف البصرية in fiber optic systems الإشارات الضوئية يتم نقلها لمسافات طويلة over long distances باستخدام الألياف using fibers والتي تكون مؤطاتا by cablats covered by cables وهذه الأنظمة تكون عالية الكفاءة عالية الفعالية these systems are highly effective لكنها قد تكون مكلفة للغاية extremely costly extremely costly وتتطلب عمليات نشر كبيرة and require major deployment operations deployment نشر operations عمليات for this reason لهذا السبب many parts of the world أجزاء عديدة من العالم especially rural and underdeveloped areas بالخصوص المناطق الريفية والغير الغير متطورة underdeveloped يعني ناقصة النمو under are not able to build and operate fiber optic networks تكون غير قادرة على بناء واستخدام شبكات الألياف البصرية are not able are not able غير قادرة to build بناء and operate ويعني تشغيل شبكات الألياف الألياف البصرية كلمة optic تعني بصري the process can also be costly and complex in some city environments as well وهذه العملية قد تكون كذلك مكلفة ومعقدة في بعض بيئات المدينة يعني في بعض المجالات المدنية كذلك كلمة costly costly مكلف جاءت من cost التكلفة this prevents millions of people across the world from having access to the internet and all that it offers وهذا يمنع ملايين من الناس عبر العالم من الوصول للانترنت وكل ما يوفره this prevents prevents يمنع millions of people الملايين من الناس across the world عبر العالم from having access من الوصول access تعني الوصول to the internet and all that it offers شكرا لكم على المتابعة وإلى لقاء في درس الله